اشتركوا في القناة ومن ولا أيها الإخوات الكرام أرضا جماعة الخير هنتكلم عن موضوع جميل جدا 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 أرضا هنتكلم عن تفسير تلاوة القرآن الكريم في المنام جماعة الخير لازم نفهم ودي قعدة أو شيء يستقر في أزهان أنا ربنا لما يحبني يخليني أقرأ كلامه في المنام قولا وحيدا من قبل ما ندخل في تفسير الرؤية أنا ليه ربنا سبحانه وتعالى خلاني أقرأ كلامه اللي هو القرآن الكريم في المنام ده بيحبني دي حاجة الحاجة الثانية أنا شخص صالح الحاجة الثالثة أنا مش مقصر في العبادات ربنا نبعد ترسالة أنا راضي عنك دي دي كفاية والله كفاية مش محتاجين نفسر فتلاوة القرآن الكريم من الرؤى المبشرة بالخير للرأي والدل على زوال الهموم والتخلص من المشاكل والكرب والهموم والأحزان هذه الرؤية تقول إلى إقبال الخير عليك هذه الرؤية تدل على تحسن أحوالك وأوضاعك هذه الرؤية تدل على زيادة الربح هذه الرؤية تدل على المال القادم إليك سواء إذا كان في تجارتك أو وظيفتك أيا كان فإذا رأى مثلا الشخص المسجون تلوة القرآن الكريم دل على اقتراب فرج الله سبحانه وتعالى وفك حبسه رؤية كميلة جدا رؤية قرآن الكريم دل على التخلص من الديون رؤية القرآن الكريم دل على أنك شخص تتمتع بمكارم الأخلاق هذه الرؤية فيها إشارة إلى شدة إيمانك وقربك من الله سبحانه وتعالى واتباع أوامره والابتعاد عن نوهيه هذه الرؤية تدل على مدى حبك لهذا الدين لدينك الذي أنت عليه هذه الرؤية تدل على أن قلبك يعني الله سبحانه وتعالى بث فيه النور نور الإسلام ونور الهداية هذه الرؤية تدل على رجاحة العقل والحكمة والفضنة التي تتمتع بها جميلة جدا جدا إن أشوف إن أنا أقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى هذه الرؤية تدل على الشفاء قرب الشفاء إذا كنت مريض هذه الرؤية تدل على التوبة من الزنوب والمعاصي أنا أعطي تتكلمينها البكرة مشانته من أفضل الرؤية أنك تشوف أن أنت بتتلو القرآن الكريم في المنام تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته